هيدا البودكاست انتج حكواتي مرحبا مرحبا لجميع المستمعين بحلقة جديدة من حكي صريح مع دكتور صندرين عبر حكواتي وبحبه رحي بدايفتر اليوم صابرين أسادي أخصائية ومعالجة زوجية جنسية وأسرية رح نحكي سوا عن الكيمياء الجنسية تعتبر الكيمياء الجنسية أحد الموضيع المهمة بعالم العلاقات والعلاج الجنسي بتشير الكيمياء الجنسية إلى التوافق والإنجزاب الجنسي بين الشركين واللي عادة يعتبر عنصرا أساسيا ببناء علاقة قوية مستدامة تتسر الكيمياء الجنسية بعدة عوامل مثل التواصل الجيد، السقة، الاحترام المتبادل والصحة النفسية والجسدية لشركين اليوم نستضيف صابرين أسادي تنتحدث عن أهمية الكيمياء الجنسية وكيفية تعزيزها والحفاظ عليها بين الشركين أهلا فيك صابرين وقبل ما نبدأ بحديث اليوم برك فيك شوي تعارفين عن حالك وعن نشاطاتك على وسائل التواصل الاجتماعي وبالعيدية دي كمان أهلا فيك دكتور سندرين، أنا صابرين أسادي من فلسطين بشتغل تحديدا في حيفا لللي بيعرف أنا أخصائية نفسية مختصة في مجال العلاج الزوجي الأسري والجنسي مع علاقة بماجستير في الموضوع درست الألقاب كمان في جامعة حيفا اللي عنا في البلاد بشتغل في المجال من تسع سنين تقريبا من سنتين أنهيات التخصص وصرت مؤهلة للعلاج، لعلاج الأزواج والعائلات عندي بالعيادة وبستقبل بالعيادة سواء كان علاج وجاهي أو علاج كمان أونلاين للناس اللي ما بتقدر توصل لعندي أنا على منصات التواصل الاجتماعي إلي قريبا سنة ونص فتدعى على الإنستغرام تحديدا بهدف طبعا أني أقدم محتوى ومعلومات عن الموضوع وأنشر الوعي حول كل المواضيع اللي خاصة بالعلاقات بشكل عام علاقات زوجية، أسرية، وجنسية طبعا فينا هيك نذكر بس اسم صفحتيك على الإنستغرام كل مستمعينا يقدروا يلحقوا المحتوى تبعوليك صحيح، صفحتي اسمها سابرين ثيرابي وهي معروفة على الإنستغرام سابرين ثيرابي بالإنجليزي هناك أنا بقدم كل المحتوى عن المواضيع اللي ذكرتها عزيم، إذا اليوم رح نحكي عن الكمياء الجنسية شو هو التعريف الكيمياء الجنسية وهل عن جد هذا الشيء حقيقي فينا نقيسه بين الشركين طبعا نحكي بالبداية على فكرة أنه الكيمياء أو الإنجليزياب كل ياتنا منظن أنه الشيء خاصه بالقلب لما منحكي عن الكيمياء أو الإنجليزياب بس هو كمان موضوع متعلق بالمخ عندنا يعني كيف المخ بيشوف الموضوع وكيف بيحلله وكيف باخده وشو كيف جسمنا بيتفاعل مع الشغلات اللي إحنا منشوفها وهذا الشيء الكيمياء أو الإنجليزياب هو تواصل أو انسجام بين شخصين يلي بيصير بالبداي بيبلش من الأساس عن طريق الحواس حواسنا الخمسة يلي بتتفاعل لما إحنا منشوف الشخص وبصير فيه تفاعل جسدي وبعدين طبعا هرمونات معينة تفرز بالجسم لقدام يلي الجسم بيفرزها سواء كان حب الشخص أو بده يكون بجنبه لحتى يشعر بالرغبة بالقرب لهذا الشخص إثارة معينة تجاه الشخص ورغبة إنه يكون معه كل الوقت وهذا إشي طبيعي بين الأزواج لما بيكون فيه عن جد رغبة بإنه يتعرفوا عن بعض بالبداي بدن يكونوا مع بعض بدن يقضوا وقت مع بعض هذا كله إحنا منشعر فيه في البداي لما منقول كلمة كيميا إحنا ما مندخل للعمق بس عادة أنا منقصد عن جد زي ما حكيت بالإنسجام طريقة التفكير عرض المشاعر نظرتنا للأمور المختلفة مبادئنا بالحياة يعني هي مش بس إشي جسدي جنسي بحت الإشي أكبر وأعمق من هيك وبتفوت هون عدة عوامل وهل كيمياء لازم تكون موجودة من الأول أم فيها تتطور مع الوقت يعني كتير حكيت أنه هذا الشعور بيكون من البداية هل معقول ما يكون موجود بالبداية ويتطور أم لا إذا مش موجود بالبداية يعني ما فيه كيمياء هود الشخصي ما لازم يكمله سوا خلينا نحكي بس شوية على موضوع البداية بالفعل لأنه يعني بيقولولك فيه حب من أول نظرة وفيه حب من البداية ونفس الإشي الكيميا أو الإنسجام كمان هيك يا من البداية ما بيكون بالمرة تعني حكي أنه في كتير أزواج بيقدروا يتعرفوا على بعض بدون هذا الحب من أول نظرة خلينا نسميه بس بكل الأحوال بيقدروا يخلقوا هالكيميا إذا كانوا عن جد واعين ومدركين وعلى شو هني لازم يشتغلوا على شو هني لازم يشتغلوا لحتى يفحصوا هل ممكن نطور هذا التوافق والإنسجام ولا لا وصحيح فيه شي أساسي بيصير بالبداية بحواسنا إحنا حواسنا الخمسة بس فيه أمورهم كمان أعمق من هك اللي ممكن عن جد ينشغل عليها وندخل لموضوع كيف نزيد الإنجذاب تجاه الشخص دكتور هك بدأ واضح شغلي لما إحنا منحكي على الحواس إحنا منحكي على حاسة النظر لما إحنا مننظر للشخص من أول مرة إحنا شو بيجذبنا فيه بيجذبنا شكله الخارج بيجذبنا مبنى جسمه سواء كان صبيل لما بتطلع على الشاب شو بيجذبها بشكله شو هي اللي بيعملها هذا التاتش البسيط اللي ممكن بالبداية تقول واو هذا هو واو حابة أقعد معه حابة أعرفه أكتر حابة أكون قريبة منه جسدياً حتى كمان أكون قريبة منه بعدان إحنا منفوت لموضوع بعد الإنجذاب البصري اللي هو أول إشي العين هي أول شغلة تلقط تيجي حاسة الشم كمان حاسة الشم لما أنا بقعد مع الإنسان وبلتقي فيه أنا دي أنا عن جد بنجذب لريحته فيه ريحة العطر خلينا نقول بيرفيوم تبع الإنسان وفيه ريحة الجسم نفسه اللي كلما للشخصين بيكونوا قريبة على بعض كلما هذا الإشي ممكن يشعر فيه أكتر ريحة الجسم نفسها رائحة الجسم ويمكن أنت كمان هيك من مجالك كخبيرة بتوافقيني بهذا الموضوع لرائحة الجسد قد يكون فيه تأثير على الكيميا بين الشخصين والإنجذاب الجنسي بين الشخصين طبعاً بيفوت حاسة السمع نبرة الصوت قداش بتأثير طريقة الحكي كل هاي الأمور وبعدين اللمس لما منوصل لمرحلة متطورة أكتر وبصير فيه تلامس جسدي أو ممكن بمراحل حسب ون خلينا نقول حسب الحضارة أو المجتمع اللي إحنا عم نحكي عنه مرحلة التقارب الجسدي سواء كان عن طريق التقبيل أو عن طريق اللمس اللمس الإيدان أو الجسد فكل هذا بفدخل من البداية وإلو تأثير كتير كبير والإشي بيحدد إذا عن جد إحنا شعرنا برغبة وإنسجام وبدنا نكون مع هذا الشخص أو لا هاي بشكل عام ميكا كان مهم لإلي أذكرها بالنسبة للكيميا والإنسجام إذا هالكيميا أمنا موجودة بالأول يعني إذا شخصين تعرفوا قرروا بركبتهم يرتبتوا لأنه بيحبوا بعض بيحبوا شخصيت بعض إنما ما بيحسوا بهالكيميا الحاسية أم الجسدية بهال هيك الشرقة بينتهم أم هالشعور بالرغبة وبالإسارة بس يكونوا مدوجدين سوى هل هذا الشيء في يتطور مع مرور الوقت؟ أما لا إذا مش موجود يعني مش مفروض يكونوا سوى حتى إذا حابين بعض أما إذا بيعزوا بعض في موضوع العلاج الجنسي كيف أنا لما درسناه إحنا درسناه كموضوع اللي دائماً بنفع نشتغل عليه ونطوره كل موضوع الحميمية والجنسانية بين الأزواج دائماً في مجال نشتغل عليها ونطورها إذا كان الأساس موجود يعني إذا إحنا عم نحكي على زوج على كابل اللي هني عم يتعرفوا على بعض وفيه بنات الانسجام بس ما فيه كل موضوع الحميمية والعلاقة الحميمية والجنسية والخيمية خليناً أقول كيميا سوري الجنسية ما أنا موجودة فيه مجال ينشغل عليها لما الزوج بيكون واعي ومدرك وبقدر بيكون فيه مشاركة وتعاون منهن التنين بهدف عن جد يوصلوا لمحال إنه يطوروها كيف ممكن يصير الإشي؟ ممكن يصير الإشي عن طريق شغل على تواصل بنات يكونوا قادرين يوصلوا لبعض شو كل واحد بيحب يكون عند التاني شو كل واحد بيجذبه بالتاني شو الأمور اللي بتجذبني أنا بالشاب وشو الأمور اللي بتجذب الشاب فيي أنا وهل هذا إشي ممكن أنا أغيره بنفسي أو أشغل عليه إحنا مش عم نحكي على أمور اللي هي مستحيل إنه نحققها يعني أنا ما عم بتعرف على شاب يعني بدي أخذ مثال على شاب قصير القامة وأجي أقول لك أنا عشان يكون في بناتنا كيميا ونجذب لك أكتر أنا بدي بدي تكون طويل القامة يعني إحنا ما عم نحكي على أشياء اللي هي خلينا نقول غير قابلة للتحقيق ومستحيل ليه هون إحنا ساعتنا بنكون بعادنا كليا عن إنه نطور ونشتغل على موضوع الإنسجام والإنجذاب الجنسي ولكن إذا عن جد الزوج كانوا قادرين وعندن الوعي الكافي ممكن يقدروا يشتغلوا ويطوروا هذا الموضوع ويعملوا كتير شغلات معبعد عن طريق سواء كان لحال إن إذا عن جد كانوا قادرين ممكن يتساعدوا بمحتوى ومعلومات عن الموضوع ممكن يتوجهوا لعلاج لثيرابي عند حدا مختص اللي يساعدهم يوصلوا لمحال اللي يجربوا ويفحصوا هل عن جد ممكن يشتغلوا على موضوع الإنجذاب والخيمية أو لا؟ طبعاً طبعاً هذا شيء كتير مهم طبيعياً إحنا بس نبلش علاز عزوجة أم جنسة بعض الأوقات النتيجة بتكون أن هؤلاء الأشخاص مش متوافقين سواء إن كان بالشخصية أم كيف يشوفوا منظورهم للجنس بس إذا بنرجع للكيمياء الجنسية هل هي أصلاً مهمة؟ هل بيعتبر وجود الكيمياء مثل أساس لنجاح العلاقة الزوجية أما لا شيء بيكون سانوي بالعلاقة؟ السؤال إذا شو أنا بشوفها كمعالجة ويمكن أنت توافقيني بهذا الموضوع إنه هي جداً مهمة وأساسية لحتى الزوج يقدروا ينبسطوا من علاقة زوجية لا تخلوا منها المتعة في الحميمية يعني أنا بشوف إنه لازم يكون هذا في كل قبل اللي حابين يكونوا مبسوطين بحياة إنه يوصلوا لوضع يكون في بناتهم كمان كيميا جنسية منيحة وممتازة وبظن إنه الإشي بيكمل بعضه يعني إحنا ممكن نكون متفقين بكل مجالات الحياة ولكن غير متفقين بموضوع العلاقة الحميمية دائماً رح يكون فيه شعور إنه فيه إشي نائس بينما تعالى نتطلع على موضوع ناخد زوجة متفقين كمان ومنسجيمين وفي بنات إنجداب وعارفين عن جد يبسطوا بعض ويشبعوا رغبات بعض من ناحية جنسية ومتوافقين ومنسجيمين بيفهموا لغة بعض من الإشارات أو بيقدروا يتواصلوا مع بعض بشكل مباشر كمان بمجال العلاقة الحميمية فمنشوف إنه نسبة رضاها في العلاقة بتكون أعلى بكتير من زوج تاني وهيك بيكون الجواب على السؤال إنه طبعاً هي ضرورية ومهمة جداً في العلاقة ولازم كل زوج يحطوا قدام هدف إنه يوصلوا لنسبة انسجام عالية ولما نحكي إحنا على الانسجام على الكيميا والإنجداب تتحدد الكيميا والإنجداب حسب عدة عوامل حسب نسبتها يعني هل هي منخفضة أو عالية حسب واتير الواتير تبعتها كمان حسب قديش عن جد بكرروا الإشي بيحكوا عليه بلاحظوه وحسب قديش ملاحظ يعني قديش ممكن الزوج يكونوا واعين ويشتغلوا على هذا الإشي لا يوصلوا لمرحل إنه الواتيرة تعلى والنسبة تعلى هل سابرين في غير عوامل بتأثر على هالكيمياء بين الشركين يعني هل مثلاً السقافة والعادات اجتماعية فيها تأثر على الكيمياء أمبركة الالتزامات العائلية الضغوط اليومية هل في عوامل خارجية بتأثر على الكيمياء وهل في عوامل داخلية يعني متعلقة بشخصيتك الواحد طبعاً أكيد في عوامل بتأثر بتأثر عوامل خارجية وبتأثر عوامل داخلية كل موضوع الضغط النفسي لما بيفوت على العلاقة وبصير فيه ضغط نفسي بالعلاقة بتتأثر الكيمياء يعني فيه فرق بين ما نأخذ زوج مرتاحين حتى لو فيه ضغوطات بس كل إشي ما ياخد الحيز طبعاً متل ما لازم فيه مشاركة لبعض بيكون الإشي أهون عليهم وممكن يلاقوا هذا الكونيكشن بناتهم ويوصلوا ل يعني خلينا نقولوا ويشعروا بالإنجداب مع الضغطات ولكن هي كمان بيكون إلو تأثير بينما عندما بتدخل مشاكل عائلية أوضاع صعبة وضع مادة صعبة فكل هذا رح يأثر على نفسية الإنسان وبالتالي نفسية الإنسان بتأثر على كل موضوع قديش أنا عم بقدر أكوني بهذا المجال قديش أنا عم بقدر أعطيه من وقتي أعطيه من خلينا نقول من ذهني أنا إذا دهني مش صافي وأنا مش قادر أركز فكيف ممكن أفكر بطريقة حميمية يعني رح يكون شاغل تفكيري موضوع آخر كليا كمان بالعلاقة الزوجية يعني إذا إحنا نحكي على أمور بتأثر كمان قديش وقت للشركين مع بعض يعني فيه فرق بين بداية العلاقة وهني أول أول علاقتهم مع بعض وفيه فرق بين مرة عشر سنين على العلاقة والإشي تغير لما صار فيه أولاد صار فيه التزامات أكبر بالحياة صار فيه ظروف حياة تختلف ووضع مادي ممكن يتغير من محل لمحال عدة عوامل اللي بتدخل بتأثر طبعا على كل موضوع الإنجداب الإنجداب والإنسجام وأكيد فيه كمان عوامل مثلا ساقفية يعني أكتر من الأوقات ما نشوف أشخاص بيكونوا بالأساس عم بيشعروا بإنجزاب بس ما بيسمحوا لحالهم أنهم يعبروا عن هالشي أم بالنسبة لقالهم عيب أم غلط يكون فيه هالنوع من الإنجزاب أم الأفكار حتى تجاه شريك معين أنا أنا بشوف كتير رجال بيقولولي أنا منجزب لزوجتي بس ما فينا أحكيها مثل ما كنت أحكي مع غير بنات لأنه هي زوجتي فكأنهم هني بيجوا بيقتلوا الكيمياء اللي بينهم وبين زوجتهم أم شريكتهم أديهوا العوامل بتأثر على الكيمياء اللي نحنا فينا نحسها تجاه الشريك أم الشريكة هذا الموضوع إحنا عنا يعني بسموحة بكل لغات العالم طابو 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 هي مواضيع مثل اللي بتيجي مغلة فيه كلنا بنعرفها بس ما حدا عنده الجرأة يقربه ويمسها أو يحكي عليها أو يقيم هالكوفر عنها لحتى يكشفها ويشوف كيف ممكن يتعامل معها كلها نوعيين ومدركين أو يمكن مش كلنا خلان نقول نسبة كبيرة من الناس بتعرف إنه باللحظة اللي يمكن تقدر تحكي بجرأة تامة بصراحة تامة بشفافية تامة عن هاي المواضيع بظن بتعرف كمان إنه رح تكون النتيجة تعكس طبعا بشكل إيجابي على العلاقة ولكن أغلبنا وكتير أنا أزواج بوصلوا عندي على العيادة إذا بدنا نأخذ حالات اللي هي حقيقية وقصص حقيقية نشاركها في كتير أزواج بوصلوا عندي على العيادة بيجوا بيحكوا في صرف قبناتنا ويسمحوا لنفس إنه يشاركوا بشكل صريح وواضح وشفاف بتطلع المشكلة بعيدة خلين نقول هذا الموضوع بيكون موجود ولكن بيصير ثانوي على أقبال المشكلة الأساسية اللي بتصف المشكلة بالآخر وبالنهاي هي مشكلة بالعلاقة الجنسية والحاميمية وفجأة بنصير نحكي على هذا الموضوع اللي ولا بحياتهم كان عندنا الجرأة يحكوا عليه ولما بفصل الأزواج وباخدهم هيك في بعد الجلسات أنا بفصل كمان الأزواج لحتى أشوف قديش عن جد هني عم بيشاركوا بهاي المواضيع بكامل الراحة مع الزوجة أو الزاوج بكتف إنه عن جد في كتير أمور هني بقدروش يحكوها قبال زوجهم لإنه بيستحوا لإنه بحياتهم ما حدا حكاهن بهاي المواضيع لإنه ما عندهم الخبرة يمكن الشباب راحة تثقفت من بعض الأفلام الإباحية يمكن قرأوا شوي من محلات اللي هي مش عم تعطيهن معلومات دقيقة وصحيحة والصبايا نفس الإشي بتستحي تحكي على هذا الموضوع عادة عن هاي الدكتور سندرين إحنا بمجتمع عربي البعض منه خلينا نقول وأنا يعني ده أحكي عنه عنا بفلسطين مجتمع عربي تقليدي متحفظ بعد هاي المواضيع ما طلعت كعناوين بازي نحكي أنا بأريحية كاملة يعني أنا ده أطلع على الجيل اللي أنا اليوم عمري 33 سنة جيل اليوم نقدر نحكي على هاي المواضيع ولكن جيل الأمي وجدتي وكل اللي أكبر مني خلينا نقول ما كان عندنا الإمكانية يحكوا على هاي المواضيع ما كان في إلها شرعية وعادة عن هيك ما شاهدوها عندهم بالبيت يعني اليوم ممكن نشوف أزواج بيسمحوا لنفسهم في القرب الجسدي قدام أولادا في كل موضوع الحميمية خلينا نقول المسموحة قدام الأولاد لحتى الأولاد ينكشفوا كمان على هذا العالم ويشوفوا أنه هاي الأشياء جدا طبيعية وضرورية بين الأزواج إحنا ما شفناها يعني أنا ما بتذكر شفتها بين أهلي ما بتذكر شفت أبوي مثلا عمال يقبل أمي مرة قدامي فهذا الإشي اتعلمت أنه ما بطب فيه ولا بحكي فيه وشوي شوي بس اكبرت ووعيت وفت على المجال وانكشفت على هذا العالم أنه عن جد إحنا خلينا نقول نحكي ونشارك بكامل الأرياحية بالعلاج أنا كصابرين كتير بساعد وبشجع أني خلينا نقول أذوب الجليد بالبداية لحتى يرجع ويرتاح ويحكوا وأفوت معنا على الموضوع الأساسي 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 يفهموا ضرورية الإشي لحتى عن جد يسمحوا لنفس يحكوا عليه ويطوروا على إتهن ويحسنوا العائل الجانب الحميمي والجنسي فيها وقت دي المعاملة بتأثر وتصرفات الشخص الثاني بأثره يعني أنا كتير بشوف أسواج بيجوا بيقولولي مثلا هي بتقول بس عرفت قد ما بيحب يصرف مصاري أم ما بيحب يطلع أم ما بيتقبل للتجديد هذا شيء كتير أثر عليه ما بقى بحس بنفس الكيمياء معه أم الرجال اللي بيقوله بتعيت علي ما بتحكيني بتهزيب أم بالبيت ما بتحتم بشي بأكله فوضى ما عم بقدر اتكل عليها دكتار من الأزواج بيجوا وبيصيروا يحكوا عن تصرفات الشخص الثاني وبيعتبروا أنه تصرفات الشخص الثاني هن اللي عم بيكونوا دوع من الحاجز بينهم بين الشخص الثاني هل مزبوط التصرف بيأثر على الكيمياء الجنسية بين شخصين؟ لك كتير عوامل بتأثر على الكيمياء الجنسية وبالآخر لما احنا منوصل لمرحلة أنه الأزواج يختاروا يكونوا مع بعض بعد ما تخطوا مرحلة خليلنا نقول الإنبهار والاستكشاف بالعلاقة اللي فيها عن جد هناك بتكون نسبة الانسجام والكيمياء والإنجداب الجنسي عالي جدا بعد ما يكونوا تخطوا هالمرحلة ودخلوا لمرحلة الحياة الروتينية بتصير تفوت عدة عوامل منها الروتين اليومي تبع الإنسان وطبيعي جدا لما الإنسان بيكون مع شخص اللي عم بلاحظ عليه تصرفات غير مرغوب فيها تصرفات اللي هم مش عن جد كتير عم بيحبها فيه فطبيعي خلينا نقول هيك يصير فيه نوع من ما بدي أسميه نفور وإلا ممكن يكون بعد إذا ما كان فيه تواصل مباشر اللي يجي الشخص ويحكي معه ويقول له ليك أنا انتبهت واحد تنين ثلاث شو رأيك نفكر مع بعض اللي أنا مش عن بشر أصلا عم بحب أحكي معك عم بحب أكون معك عم بحب أقرب منك لأنه رأسا حاليا هذا الاشي الوحيد اللي عم بفكر فيه فطبيعي هالأشياء بتأثر بالآخر كلنا بشر زي ما حكينا أنه فيه عوامل ضغطات نفسية بتأثر فيه أشياء بتصرفات البنادم كل ما عرفناه أكتر صفة معينة عنده ممكن أنه الشخص فجأة نكتشف أنه الشخص بنام كتير ساعات للظهرية مثلا هذا الشي اللي أنا ما بحبه بالشخص بخليني شوي أفكر أو أبعد عنه هذا الشي ما توقعته من الأساس ما اكتشفته بس بعد ما اتزوجت الشخص وعيشت معه وخالطته وهذا الاشي أكيد بأثر يعني بس هاي أمور كلياتها قابلة للحل يعني قابلة للنقاش قابلة أنه ينشغل عليها يعني مش أشياء اللي خلص أنه صارت وكأنه ما عد في منها رجعة هاي أمور اللي هي عن جد ممكن ينشغل عليها إذا كان في استعداد من عند الطرفين هذا شي كتير مضبوط والعلاج الجنسي هون كتير بساعد فبعض الأوقات الأشخاص بيحطوا قدامنا حواجز إيما ما بنعود نعرف كيف بنا نتعاطى معهم يعني هلأ أمشوف كابل مثلا الزوج عم بيقلي أنه زوجته أخدت وزن من وقت ما أخدت وزن ما بعض بيحس حاله مرتاح ما بعض بيشعر بها الكيميا وهي كتير مدية عن الموضوع وبتعتبر أنه من الأساس أصلا كانت حياتهم الجنسية ما كانت كتير مشتعلة أما ما كانت كتير باشنة ما كان في لحفة بقلبها بشهوانية كتير بقلبها يعني كمان نحن نشوف من وين نطلقوا الشركين أما الزوجين نعرف بعدين العوامل كيف أثروا عليهم بس هوني ما فينا نجبه شخص تاني أنه يخسر وزن كرمال نشتغل على الكيميا كيف نعالج هيك أمور في الأمراض في التعب في الأوجاع في كتير أمور فيها تأثر علينا جسديا وصير حاجز بيننا وبين الشخص التاني تعرف أنا كتير بفكر أنه لما العلاقة أساسها قوي ومتين ومبنية على خلينا نقول الأساس تبعها البيس تبعها هي قاعدة على أرض صلبة ممكن تتحدى كل إشي فكان في عندي قبل فترة بالضبط بذكروا عن الكبل اللي حكاتي عنها لما صار في موضوع هي كبعد بين الأزواج وبالتالي صار في خياني كمان من طرف الزوج ولما إجوا توجهوا لعلاج لحتى يرجع يشتغلوا على بناء العلاقة من جديد وبناء الثقة من جديد والتقارب كمان حكوا هناك على كل موضوع الانسجام والعلاقة الحميمية وبالتالي ذكر الزوج إنه من وقت ما مرته خلفت ولدت يعني ما عم تنتبه لحالها أهملت نفسها ما عادت صبغت شعرها ما عادت حطت لون على أضافيرها مثلا ما عادت كتير شغلات بشكلها الخارج تغيرت مبنى جسمها تغير وهذا الشيء أدى لإنه مرة عمرة مرة عمرة هو يبعد فوحدة من الشغلات اللي حكت له إياها قالت له إنه لمن أنا خلفت أنا كنت بأمثل حاجة لأنك أنت تحتويني وتكون جنبي وتقدر تكون حدي لحتى أنا عن جد أشعر فيك باللحظة اللي أنا بشعر فيك أنا مستعدة أعطيك الدنيا مستعدة أعمل كل شيء لحتى يبسطك ويبسطني ويبسطنا مع بعض بس أنت بدل ما تشعر فيي أنت روح تتدور على أشياء تبحث عن الانبساط طبعك والمتعة طبعتك خارج علاقتنا وتركتني أنا بالهم اللي أنا موجود فيه بحجة أنه أنا عم بهمل نفسي هاي واحدة من الأمتي اللي حتة اللي أنا ذكرتها عندي بالستوري وعملت عليها مثلك ويبسط اللي سألت الناس شو رأيكم بهذا الموضوع وشو كانت الأراء مختلفة الأراء اتعددت بين أنه حق الزوج يطلب منها تهتم بمظهرها بالآخر هذا الشكل خارجي اللي طبيعي كبشر إحنا ننجد بلقله أو بصيبنا نفور منه نفس الوقت كان في لوم كبير للزوج أنه ولا أي شي بيعت الزوج مبرر أنه يروح يخون وهذا والمرأة مش مجبورة تعمل تغييرات بشكلها لحتى ترضي وأنا بتفهم الناس اللي حكت من وجهة نظر هاي لأنه فدت موضوعي الخياني إذا بدي أجاوب بشكل مباشر على سؤالك بلشت بأنه لما العلاقة بتكون ثابتة بين الأزواج متينة وقوية بظن حتى هذا الموضوع بقدروا بقدروا يتغلبوا عليه يعني إذا أنا بدي أتخيل أنه زوجي نصحت وسمنت بعد الولادي مثلا وهي علاقتها جدا جيدة بينها وبين زوجها بس هو بشي مرحلة هيك بطل ينجد بلقلها كيف متل قبل ممكن الإشي بحديث بناتهن بطريقة جدا متقبلي بطريقة جدا محتوية بطريقة جدا خلينا نقول كحضرية ما فيها انتقاد ما فيها تجريح ما فيها إساءة تخليهن مع بعض يشتغلوا وتحفزها أصلا تشتغل على شكلها وزائد يعني زائد إذا بدي أزيد على هذا الموضوع فيه إنجداب بيكون للشخص من جوه كمان يعني الإنجداب لما إحنا منحكي لما منوصل لموضوع الانسجاب والإنجداب وبس بالبدايات إحنا مننجدب للشكل الخارجي أنا حكيت عن الحواس الإشي بصير بعدين أعمق إحنا مننجدب لأفكار الإنسان لروحه لجوه جوه جوهاته يعني فمنلاقي هاي الأشخاص اللي مرأت سنين على علاقتها حتى لو صرت غير شكليا خارجيا فات مرض على الموضوع العلاقة رح تضلها قوي ودائما رح يكون في مجال ينشغل بينما إحنا عم نحكي عن الإشي سطحي ما في توافق ما في لغة مشتركة ما في تواصل جيد وصحيح ما في بين الأزواج أي طريقة يحكو فيها على المواضيع فطبيعي هون رح يصير بعد ومش رح يتقبل هو شكلها أمور داخلية كمان فيها تأثر بطريقة جزرية الكيمياء يعني رح أعطيك مثلا هلأ عم شوف شاب كان عتواصل مع سيدي كان في كتير كمسرية بعينيته انت سجم جنسي كتير قوي ومن وقت ما هي قلت له أنه هي كان عندها علاقات مسبقا حيث الشيء كتير غير منظوره لإله وما هيد عم بيحس بنفس الكيمياء ولا نفس الإنجزة وما عم بيقدير يرجع يقرب مننا في بعض النساء بيخبرونا أنه بس يكتشفوا أنه الشخص التاني مثلا بياخد أجوية اكتئاب أم كان عنده سكري وما حكي يعني بيكتشفوا نوع من الأسرار عند الشخص التاني هذا الشيء بيعمله النوع من الصدمة وبأثر على الكيمياء اللي بيناتهم هل هذا الشيء صحيح أم هذا كمان واحدة من العوامل اللي فينا نشتغل عليه يعني إحنا عم نحكي وكأنه شخص خبع عننا سر معين مش مهمشو السر سر خصه بجسد سر خصه بمرض معين أنا حملته معي وما شركت فيه بالبداية لأنه يمكن ما حسيت براحة تامة مع الشريك أشارك من أول ديت أو من تاني ديت بس باللحظة اللي حسيت فيه مريح أنا شاركت طبيعي رح يعمل نوع من خضل العلاقة أو زعزعة العلاقة شوي ولكن برجع وبقول كمان مرة يعني باللحظة اللي مبنى إشي أساسي بين الزوجان هذا إشي ممكن ينشغل عليه يعني ما بظن أنه طبيعي يحس الشخص شوي بعد نفور مثل الشاب اللي حكاتي عنه باللحظة اللي اكتشف أنه الصبي ما عنده علاقات سابقة يعني مثل وكأنه هيك شوي بعد شوي تراجع شوي ما عادش ينجذب لقلها كمان مرة هاي أشياء ممكن ينشغل عليها إذا بيكون هو مرتاح بالعلاقة ممكن يشارك بالظبط شو هو حاس ويحكي لها وممكن مع بعض يفحصوا شو التنان بقدر يعمل وهي لتساعد وتخفف وترجع يرجع ويشتغلوا على العلاقة ومولا حتى يتخطى هذا الموضوع سؤال توجهنا شو بيكون لما إحنا منقول أنه ما عاد عندي هذا الإنجذب هل أنا عم برمز وكأنه بديش أستمر بهاي العلاقة أو أنا بحكي من محل أنه تعي نشوف شو نعمل وهذا الإشي اللي بيحدده قوة العلاقة يعني قوة العلاقة وقداش عن جد العلاقة فيها عدة العوامل اللي ذكرناها سابقا وإنت بس تشوف في أزواج وبيجوا بيشتكوا من مشاكل متعلقة بالكيمياء الجنسية هل هي بتكون مشاكل متعلقة من الكيمياء من البداية منها موجودة أم متعلقة من قلة خبرة أحد الشركين فما عم بيعرف يتعامل وهذا الشي عم بيسبب هيك قلة تبادل مشاركة جنسية أم أكتر مشاكل متعلقة بالروتين والوقت اللي أثر على الكيمياء يعني شو هي المشاكل اللي أكتر شي شيئة عادة اللي ما نشوفها بالعيادة هذا الموضوع بحسه عالم كامل أنا بحسه هيك بحر عميق اللي ممكن عن جد نتعمق فيه ونفوت لكتير مجالات يعني أنا عندي كل الأشياء اللي ذكرتيه عندي بالعيادة كل الأشياء اللي ذكرتيه عندي أزواج اللي بتيجي عشان مشاكل مثلا مثل التشنج المهبة اللي عندي صبي يعني ما بدي أفوت بتفاصيل بس عندي كتير أزواج عندي تشنج مهبة زوجي اللي صار لهم متجاوزين أربع سنين ما عم يقدروا يعملوا علاقة أساسية بسيطة مثلا هون الموضوع الأساسي هو صدمة بالطفولة عدم الخبرة والمعلومات الكافية اللي الثقافة من المعلومات كان عن الموضوع ولا أي خلفية عن الموضوع بالعكس راحوا ورا خلينا نقول شو بيسموها التخويف يعني المعتقدات الخاطئة عن كل المواضيع هاي اللي أدت لمشاكل بالحميمية عندي أزواج اللي كتير إجوا مع خبرة التنان كتير إجوا مع خبرة وكانوا على الآخر صريحين مع بعض كشفوا كل شي مع بعض وفاتوا مع توقعات جدا عالية وفجأة بالعلاقة بالذات بموضوع العلاقة الحميمية طلع في مشاكل كتير كبيرة لشغلات اللي مثلا توقعات من بعض مش عم بتصير طريقة التواصل بناتهم بهذا الموضوع مش عم بزبط كل واحد بمحال واحد متوقع واتير معين التاني بيقدر يعطي بطريقة معينة هون كمان في مشكلة يعني اللي ذكرتهم كلهم موجودين عندي وبالنهاية كلهم بأثروا على الإنجداب والإنسجام مثلا الزوجة اللي إجوا مع مشكلة التشنج اليوم المشاكل بناتهم كبرت أكتر وأكتر لأنه مرأة عليها أربع سنين ما تعالجت من البداية فبطل المشكلة بس إنجداب وإنسجام صار فاتت كثير مشاكل هناك أما الزوجة اللي إجوا من الناحى التاني يعني بيقيموا علاء وفي عندهم كل المعلومات وفي بني كان إنسجام بس مش عم بزبط بناتهم من التوقعات فهذا الإشي أدى لبعد وبالتالي بطل في إنسجام يعني خلينا نقول ضعف الإنسجام بناتهم أو قال هني مختلفين يعني الشغل معهم بيكون يختلف ولكن كل اللي ذكرتيهم أنا بصادفهم هذا الموضوع جدا 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 خلينا نقول يوسيع وممكن يوصل حالات متعددة خلينا نقول ولا حالة بتشبه التاني كل حالة إلها خاصيتها إلها الأشياء اللي بتخصها والعوامل اللي أثرت عليها كان عنده شخصين بتعاني من تشنج لإرادة العدالة المهبل واشتغلنا على الموضوع وهي قدرت تتخطى الموضوع بس بعد سنتين رجعت لعندي قلت لي بتاعفي أنا بنيها ما كملت مع زوجي لأنه بس خلصت من مشكلة التشنج لإرادة العدالة المهبل اكتشفت أنه ما فيه كمياء بينتنا كمياء جنسيا جنسية وما كنت قادرة شوف هذا الشي بالأول لأنه كان عندنا المشكلة الجنسية فرجعوا نفصلوا وطلقوا ورجعت قالت لأنا رجعت لإيد شخص تاني هلأ هي كانت خطبت معه وكتير من السجمة جنسيا ومعه وحاسة بهالكيمياء معه والأمور كتير فرقت فهون الواحد بيسير يسأل حاله كيفينا نفرق بين مشكلة جنسية مشكلة انتصاب قذف تشنج لإرادة لعدالة المهبل مشكلة الرغبة ومشكلة بالأساس اللي علاقة أكتر بالتفاعل بين شخصين وبالكيمياء بين شخصين أنا مثلا عادة لما بيجي عندي أزواج بيعانوا من هيك مشاكل أول شي بوجه للفحص الطبي وجه للفحص الطبي اللي حتى نفحص عن جد شوية المشكلة وإذا المشكلة عاطفية مشكلة نفسية فأنا بكمل مع الأزواج أما إذا المشكلة أكبر من هيك فببعث للفحص الطبي وعادة زي ما أنت ذكرت بيكون فيه إشياء أعمق من شو إحنا من شوف وخلينا نقول فيه كثير أزواج اللي عن جد فجأة بتكتشف نفسها بهذا العالم بتكتشف أنه شريكها عن جد مش عم يطابق يعني فكروا في بناتهم طوافق اتجوزوا اكتشفوا أنه بالعلاقة الحميمية ما فيه هذا الطوافق بتوجهوا خلينا نقول بتوجهوا لعلاج لحتى فيه كثير أزواج بتتوجهوا لعلاج لحتى عن جد تكتشف نفسها باللحظة اللي بيكتشفوا أنفسهم بنكشفوا على عالم جديد لإلهن وعنجد ممكن هناك ما يلاقوا التوافق وإس أوكي في أزواج ما بتلاقي التوافق يعني خلينا نقول مش بكل ثمن بالآخر بدنا نخلق الإنسجام إذا ما نخلق يعني هو صح إشي ممكن يكون ملموس وملاحظ من البداية وبالفعل بس بلحظة الحقيقة لما عنجد بيواجهوا الأزواج مشكلة بتوجهوا للعلاج العلاجي بيكشفهم على عدة مجالات على أشياء اللي هي أعمق بكتير من شو كانوا شايفين وبالتالي بيخليهم ياخدوا قرارات كتير كبيرة بعد ما هني يشوفوا أن ينعملوا المكسيموم وأعطوا كل إشي في هاي العلاقة لحتى يطوروها وبالآخر ما وصلوا لنتيجة وبالفعل زي ما حكاتي على المتعالج اللي عندك في نسبة ناس هيك بالآخر بتصير يعني بيصير معها خير نقول إحنا هدفنا دائما بالعلاج إنه نصلح ونوصل للإنسجام وللإنجداب طول ما كان في مجال إنه ينشغل على الموضوع وكان في تعاون من الطرفين ولكن باللحظة اللي منشوف أنه في طريق مسدود عن جد ممكن الشخص يكتشف نفسه بمحل تاني ومش آخر الدنيا بالآخر طار ما نشوف الأزواج اللي بالأول بيتعرفوا مثلاً أونلاين بيحسوا بإنجازات كتير قوي بيشوفوا بعض كم مرة لأنه بيكون عايشين ببلاد مختلفة بعيدة عن بعض كمين بيكون في نوع من الإنسجام والكيمياء بينتهم بس بلش يعيشوا سواء بيتخير كل شي وانا من أنتبه كمان نحن بس نتعرف على شخص نحن شو عم نحط بهذا الشخص هل عم نشوف الحقيقة هل عم نلمس الحقيقة نحن لأنه كتير بيتنا شخص بحياتنا وشريك عم نعمل نوع من البروتجكشن يعني نحن عم نحط بالشخص التاني توقعاتنا وبالأساس هذا شي مش موجود وهذا كتير منشوفه بالكابلز وفي عنا غير كابلز بيجوا لعنا من وراء بتاعفي مع الأزمة اضطر واحد منهم يسافر أما من وراء كوفيد واحد نزرب ببلد والتاني اللي أحاله ببلد تاني أما من وراء المشاكل النزاعات الزوجية ما عاد يستطيع فيك تقارب جنسة حميمة بينتهم واختفت الكيمياء مع الوقت لأنه ما عادوا تقربوا جسديا من بعض هؤدي الأشخاص شو فينا نعمل معهم يعني شو بتكون العلاجات عادة لقلهم بظن لما الكيمياء موجودة والإنجداب كان موجود هذا بيقول أنه كان بشي مرحلة بالحياة يعني خلينا نقول هذا بيعطي أمل بيعطي أمل أنه بعد في مجال نرجع لهذه الفترة بس زي وكأنه صار في تراكمات اللي إحنا بحاجة أنه نزيحها من وجهها العلاقة عم نحكي عادة خلينا نقول على علاقات اللي صارت طويلة مرأ عليها صار فيها روتيم معين صار فيها ملل معين بالآخر كلنا بشر لما نتعود على الشي وكأنه منبلش نخده وكأنه عادي وكأنه مفهوم ضمنا من مل منه فأنا مع أنه الأزواج بهيك مرحلة يبلشوا يحكوا على لشو أنه أول إشي يحدده كل واحد بينه وبين نفسه لشو هو بحاجة يعني لما أنا بعرف أحدد حاجتي لحتى أرجع أحس بإنسجامه لها في الطرف التاني فأنا بقدر أفهم على نفسي بالتالي نكون قادرين كمان أن نوصل هذا الإشي للشريك لما إحنا منحكي على توقعات ما بيكفي إنه إحنا نتوقع لازم إحنا نخبر الشريك إحنا شو متوقعين منه لازم نعمل ملاءمة توقعات مع بعض وهذا إشي أنا كتير كمان بشتغل عليه حتى اليوم بفترات التعارف يعني أنا فيه شغلي عم بعملها واحدة من الأهداف بالصفحة عندي بذكرها إنه أنا أرفع الوعي بكل ما يخص فترة التعارف قده هي أساسية قده مهم نعمل ملاءمة توقعات وما نفوت وكأنه خلص متوقعين وهذا الشيء وكأنه مضمون ورح يصير على الأكيد لا إحنا شخصين منختلف عن بعض عن بعض جايين من خلفيات مختلفة من عالمين مختلفين فكل واحد فينه عنده توقع إذا ما يشاركوا للطرف التاني حتى بموضوع العلاقة الحميمية ما رح تثبت رح نبقى مع توقعاتنا وبالآخر على قبل كل توقع رح يكون في خيبة أمل إذا ما تحقق وهذا الإشي رح يؤدي لمشاكل فأولا أنا أفهم نفسي أعرف أجاوب نفسي على سؤال لشو أنا بحاجة لحتى أشعر بإنجذاب تجاه الشخص لحتى أشعر براحة معه لحتى أن أرجع ألاقي هذا الانسجام بيني وبينه مثل أبال أكون قادر على مشاركته بهذا الموضوع وبالتالي أكون قادر كمان على إني أخذ وأتقبل شو هو بحاجة مني لحتى أرجع أنا كمان أشتغل وأعطيه يعني هي الفكرة بتعتمد بالأساس على التواصل وإني أنا قادر أتواصل معي شركي بشكل جيد وكمان للأزواج اللي صار لهم فترة مع بعض ودخل الروتين وظروف الحياة دخلت والملل والوالوال خلينا بالآخر كل ياتنا بدنا شي خارج عن المألوف بدنا تجديد بالعلاقة فمهم جدا نقدر نفحص مع بعض شو الأمور اللي منقدر نجددها نخلقها نغيرها عشان نحس عن جد أنه صار فيه وكأنه إشي جديد اللي خلينا نحس شوي هيك بلهفة من أول وجديد نخلق وقت من أول وجديد مع بعض مثل هاك أمور اللي بحاجة شوي أنه نفكر خارج عن الصندوق نطلع من المحل اللي إحنا موجودين فيه وننظر أكتر للخارج ونشوف كيف ممكن إحنا نعمل ولا والتغيير بسيط اللي خلينا نشعر أنه فيه شي تغير بالروتين العلاقة مضبوط وأنا كتر من القصص بتنقول اللي بطلبها من الزوجين بطلب منهم بالأول أنهم هني يرجعوا مع حالهم يشوفوا إذا قدرين يتخيلوا الشريك بموقف حميمة يعني ما الواحد بده يبلش يمارس الحب والجنس براسه بأفكاره قبل ما ينوجد جسديا مع شخص الثاني فبدو يقدر يرغب هيد الشخص طيب يقدر يغزل كيمياء وإلا إذا نحن بعدنا كتير من الشخص الثاني مو بقى منفكر فيه جنسيا كيف نحس أصلا بكمياء معه مستحيل فبنا نقدر نعطي مساحة عقلية براسنا لها الوجود للشخص الثاني بتخيلاتنا بعالمنا الداخل الجنسي يعني كل واحد عنده عالم داخل جنسي لأ في بعض الأشخاص عالمهم الجنسي الداخلي فقير هون كمان بدون يقدروا ينمو لأنه هيك الكيمياء البسيطة اللي بتبلش من بوسة أو لمسة أو نظرة إذا منا جي من عالم داخلي غني لحن ما في يقدر على الوقت الطويل يضل فيه كيمياء بيناتهم يضلوا هيدا الشي موجود فكتير مهم أنه نقدر نحن نغزي سابرين نحن وصلنا كتير أسئلة من المستمعين عن موضوعه بس قبل ما نسمع أسئلة المستمعين رح نعطي بعض النصحة للأشخاص تقدروا يعرفوا حالهم إذا فيه كيمياء جنسية مع الشخص الثاني أول علامة للكيمياء الجنسية بين الشركين هي التواصل الجيد يعني إذا بتحسوا بالراحة بس تتحدثوا مع الشريك عن مواضيع جنسية وعاطفية بدون ما تكونوا عم بتخجلوا أما تحسوا بأي حرج هيدا علامة إنه الكيمياء الجنسية منيحة تاني علامة للكيمياء الجنسية هي الإنجيزاب المتبادل يعني بس تشعروا بإنجيزاب قوي تجاه الشريك وبتلاحظوا إنه كمان الشريك عم بيحس بنفس الإنجيزاب تجاهكن تالت علامة الاحترام والثقة يعني إذا عندكم الثقة متبادلة واحترام لخصوصيات بعضكم هذا الشي عادة بعزز الكيمياء بيناتكن رابع علامة الرغبة بالتواجد معا يعني بس تكونوا بتستمتعوا بوقتكن مع الشريك وبتفضلوا تبقوا مع الشريك على أنه تشوفوا غير أشخاص هيدا كمان علامة للكيمياء الجنسية خامس علامة الاحتمام المشترك يعني إذا عندكم احتمامات مشتركة وبتشاركوا سوى بهالأنشطة فهذا الشي رح يزيد ورح يقوي الكيمياء الجنسية الموجودة بيناتكن سادس علامة التفاهم العاطفة يعني بس تكونوا عم تتفاعلوا بطريقة جيدة مع مشاعر الشريك وعنجد تتفاهموا احتياجاته العاطفية والجنسية فهذا الشي كمان رح يقوي الكيمياء الجنسية سابع علامة اللمس يعني إذا عم تحسوا بالراحة بس تكونوا عم تلمسوا الشريك وعنجد تستمتعوا بالاحتكاك الجسدي معه فهذا كمان بيشير على كيمياء جنسية منيحة تامين علامة هو بس تطلعوا بعيون بعض يعني إذا بتلاقوا نفسكم عم تطلعوا بعيون الشريك وهو كمان عم بتطلع فيكم بهالطريقة بشكل مكسف وعميق هذا كله بيفرج إنه في كيمياء جنسية قوية بينتكن تاسع علامة الانسجام الجسدي يعني بس يكون فيها التناغم الجسدي بينتكن وتكونوا عم تتوافقوا بالأوقات الحميمة فهذا كمان بيعكس عن كيمياء جنسية قوية عاشر علامة الفضول والاستكشاف يعني إذا كنتوا مهتمين بالتعرف على تفضيلات الشخص التاني وعن جد حادرين إنه تستكشفوا سوا فهذا كمان رح يغزي الكيمياء بينتكن العلامة رقم 11 الكدرة على حل المشاكل يعني إذا أنتوا قادرين تتعاملوا مع التحديات والمشاكل الجنسية بطريقة إيجابية وبناءة هذا كمان مؤشر على الكيمياء الجنسية العلامة رقم 12 الرغبة بتلبية احتياجات التانية هذا كمان إذا أنتوا بتهتموا بتلبية احتياجات الشريك إن كانت جنسية أو عاطفية رح يتقوي الكيمياء العلامة رقم 13 الضحك والمرح يعني إذا أنتوا بتستمتعوا بالضحك والمرح سوا فهذا شي بعزز الكيمياء بينتكن العلامة رقم 14 الإيسارة إذا أنتوا بتحسوا بالإيسارة وبالترقب بس تفكروا بالشخص التاني وتفكروا باللقاء الحميمة اللي رح يصير مع الشريك التاني كله هيدا مؤشر للكيمياء الجنسية التوافق بالشخصيات يعني إذا فيه توافق بين شخصياتكن وبتكملوا بعد بشكل جيد هذا كمان رح يأول كيمياء بينتكن العلامة رقم 16 القدرة على التفاهم الصامت هلأ مش يعني لازم نقرأ أفكار بعض إنما بس الواحد يقتري فيها مع التاني بدون ما يحكي هذا كمان بيفرج قدي صار فيه تانيهم بين الشريكين العلامة رقم 17 التعاطف يعني إذا إنتوا قادرين تقدروا وتفهموا مشاعر الشخص التاني ورغباته وتكونوا إنتوا عم بت تحتموا بهذا الشي وعم بتراعوا مشاعر الشخص التاني العلامة رقم 18 هي النظرات الغامضة يعني إذا بتلاقوا نفسكن إنتوا والشريك عم بتتبيدلوا نظرات غامضة وملئة بالمشاعر فهذا مؤشر كمان على وجود كمياء جنسية منيحة بيناتكن العلامة رقم 19 اللمسات اللطيفة اللي بتجي هيكي من دون ما الواحد يكون عم حضر له يعني بشكل غير مفتعل هاللمسات اللي مش بس لطيفة وحنونة بس فيها تقدل لشي بركشهوينة أكتر وآخر علامة الاحتمام بالتفاصيل يعني إذا عند جد عم تحتموا بالتفاصيل الصغيرة وبتتذكروا شو بيعجبكن وبتتذكروا شو بيعجب الشخص التاني وأكيد إذا فيه تبايد والاحتمام بالتفاصيل إذا ما عندكم هالعلامات ما رح تقدر يكون عندكم عشرين علامة على عشرين هذا شي مستحيل بس إذا بس عندكم خمسة على العشرين وهذا بيدل على كيمياء قليلة فيكن تبنوا هالكيمياء بيناتكن وتقدروا تشتغلوا على علاقتكن سابرين جينا تعليقات وأسئلة عن الموضوع نحن جاوب على البعض بنا في شخص عم بيقلنا كيف نعرف إذا فيه كيمياء جنسية بيني وبين شريكي أوكي مثل ما ذكرنا من قبل يعني الكيمياء الجنسية خلينا نقول تجاه طرف من الأطراف بتعتمد على الحواس يعني أنا بدي أشعر بيني وبين نفسي أولا شغلي إنه نظريا خلينا نقول نظريا أنا منجذب لشكل البنادم ما فينا ننكر إنه الشكل هو عامل أساسي بنجذب لأمور معينة بجسده سواء كان للصبي أو للشاب فالإشي كثير بيعتمد على النظر قديش أنا عن جد عن بقدر أكون أستحلي هذا الشخص أنجذب لأشياء معينة بجسمه بحب يعني لما بشوفه بنبسط بشعر إنه واو هيك هذا الشعور اللي بيجي من جوا بحب أكون معه هذا كمان واحدة من العوامل اللي بتدخل هون بنبسط أحكي معه أناقش معه مواضيع معينة باللمس كمان خلينا نقول لما أنا بدي أشعر إذا عندي إنجذب أنا بدي أكون حده بدي ألمسه بدي أكون خلينا نقول الإشي بتطور أكتر يعني إحنا ما عم نحكي بس على انسجام وكيميا اللي هي عادية يعني بس بالحديث أو بس يجي عبالي أشعر مع الشخص الإشي بتطور لمرحلة إنه يجي عبالي أكون معه جسديا وحميميا وأمارس علاقة حميمية معه فإذا أنت بتشعر إنه أنت عن جد عندك هاي الرغبة تجاه هذا الشخص بعد ما عن جد جوابت نفسك على الأشياء اللي أنا ذكرتها إذا أنت بتستحليه بتحب تقضي وقت معه بتنجذب لأمور معينة فيه فإنت غالباً بتكون بتنجذب أو عندك كيميا جنسية تجاه الصبية أو الشخص اللي أنت معه وهذا أهم شي الواحد ما يتضحك على حاله ويفكر أنه مع الوقت القصص تصبت لأنه ما بتصبت مع الوقت فيها تصبت مع المجهود بس مش مع الوقت في سيدة عبت قلنا كيف نعرف لا عبت سوري عفوا في سيدة عبت قلنا أنا ما بحب طريقته بس يبوسني ويدعبني ما بيخد تفضيلاتي وتعليقاتي بعين الاعتبار هل هذا الشي متعلق بقلة الكيمياء الجنسية يعني ما في كيمياء بيناتنا بيقلة خبرتو الجنسية أوكي هي يعني كأنه أنا بدي أعتبر أنه كأنه فيه فيه انسجام معين بس لما بوصل موضوع اللمس والتقبيل كيف بيبوسها أو كيف بيلمسها وكأنه هنا بيقل الانسجام وبيقل الانجداب لأله لأنه الطريقة اللي عم بيبوسها فيها أو عم بيقبلها عم بيمسك إيدها فيها سوري عم بلمسها فيها مش عم تعملها اشي حلو ولطيف كيف يبدها أو تشعر ممكن عن جد ما يكون عنده خبرة فبالتالي ممكن مع بعض يحاولوا يبحثوا أنه عن الموضوع أكتر ما فيها عيب أنه إحنا نتثقف جنسيا بالعكس الإشي جدا جدا مفيد للعلاقة الثقافة الجنسية هي جزء من الثقافة اللي إحنا بحاجتها كبشر فممكن عن جد نعزز هاي الثقافة وندور على طرق كيف نزيد هاي الثقافة ونعززها مش من محل أنه نحسس الشريك أنك أنت ناقص أنك أنت ما بتعرف كثير شباب ما بتحب ينحكى معها على هاي المواضيع لأنه وكأنه من ميس الإيجو تابعه وكأنه أنه أنت ضعيف بموضوع اللي هيك أنت ما عم تعرف تبسطني بس لما غير نقول من جرد الأقنع ومنشعر براحة قدام الشريك لأنه نحكي له أنه أنا بحبك أنا بدي أني بسط معك بس بدي تقدر تعملي واحد تنين ثلاثة إذا فيه سعب عليك تعال أنوياك نفكر مع بعض تعال نقرأ تعال نفوت على موقع تعال ناخد دورة أو جلسات عند معالج أو معالج يرجدون كيف نعمل الإشي فبالتالي هذا الإشي ممكن يعزز إذا كان فيه انسجام أساسي بناتهم بينما إذا ولا إشي موجود وإحنا عم منحاول وبرضو غير منجذبين لطريقة اللمس فهذا بيقول إنه إحنا مش بالمحل الصح بتاع في سابرين عم بقرأ كتاب عن واحد كاتب وعم بيخبر إنه تلاقى بامرأة كتير كتير عجبته كان فيه إنجاذب كتير قوي بينيتهم وبس بلش ويصير فيه كوبيلات بينيتهم قالت له إنت منك موجود معي إنت عم بتمارس الجنس وبراسك عم تكتب الكتاب تبعولك براسك عم توصف اللي نحنا عم نعمل وإنت منك عم بتتجاوب معي ما عم بحس فيك هون الكيمياء كتير بتتأثر إذا نحنا موجودين باللحظة أم مش موجودين باللحظة فيه شخص عم بقلنا أنا بحب خطيبتي إنما ما بحس تيجيها بإنتجاذة بجنسة هل من الممكن أنه نطور الكيمياء الجنسية أم أحسن ما تكمل معه بظن إيش مفوم الحب يعني متل ما حكينا في كتير أشياء اللي ممكن عن جد نقدر نطورها لما الإشي الأساسي موجود إذا أنا بحب الشخص مئتنع فيه فيه كتير صفات ومواصفات بالصبية موجودة وأنا ما عني أطور هذه العلاقة فممكن أفحص عن جد زي ما قلت من قبل وذكرت أجاوب حالي على لشو أنا بحاجي قداش أنا بقدر أشاركها بإحتياجاتي وبالتالي أسمع منها وكيف مع بعض ممكن نفحص هذا الموضوع وبالتالي زي ما حكينا كل موضوع الكيمياء الجنسية هي عالم كتير وسيع بتدخل فيه عدة عوامل السؤال هل فيه أشياء موجودة وأشياء ناقصة وهنا ممكن نشتلع الأمور الناقصة ولا ولا أي شيء من اللي نذكروا موجود ساعتها عن جد ممكن نحط علامة سؤال كبيرة على العلاقة ونسأل حالنا قداش أنا بالمحل الصح بالآخر الحياة رح تكمل مع الشخص اللي منختاره يعني خلينا نقول هيك أظن أنه كتير سنين من حياتنا إذا مش كل حياتنا تمام فمهم جدا أنه إحنا نأخذ بالحسبان أنه الكيميا الجنسية هي لا تقل أهمية عن كل العوامل الثانية اللي حتى العلاقة تكون ناجحة وده هذا الإشي ما نوجد وما كان فيه أي طريقة تساعد على أنه ينبنأ أو تحسن منه فما بظن أنه رح تكون أنت بعلاقة اللي أنت راضي فيها راضي منها ومبسوط منها حتى لو بالأول يعني خلينا نقول حتى لو الحب موجود بالآخر مع السنين والروتين والتعويد أنتوا بحاجة للكيميا الجنسية بناتكل حتى تضلكم حافظين على علاقة كاملة كمان بهذا المجال ونزوط وهون الأشخاص اللي عم يسمعونا لازم يقدروا كمان يفهم أنه فيه فرق بين الرغبة والكيميا لأنه فيها نرغب شخص إنما ما نحط ما نكون حتى المجهود اللي لازم نقدر نسمع ونفهم ويصير فيها التشارك بين شخصين يعني الرغبة لوحدة منها كفية يبدو الواحد الشخص التاني سابرين فيه سؤال إجينا هو هذا آخر سؤال رح ناخده لليوم بيقول شو هن الأخطاء اللي لازم الواحد يتجنبها تما يأثير على الكيميا تما يضعي في الكيميا بين شخصين أنا بشوف إنه الأشياء بتبلغ يعني هي جدا أساسية أول شي إنه إحنا إذا منحس بشي لازم نحكي عنه لازم لازم نشارك فيه فأول خطأ إنه إحنا نخلي الإشي جوتنا وما نشاركه للشخص ما نفحص مع أنفسنا إذا حسنا في عدم راحة بموضوع معين يعني أنا عم بعطي نفسي وقت مثلا فترة طويلة وعم بشعر إنه ما عم بقدر أكون مع الشخص ما عم بنسجم معه ما عم بنجدب إله بس بنفس الوقت عم بسمح لنفسي إني أكمل فهي واحدة من الأمور اللي ممكن عن جد تأدي لفشل العلاقة لقدام أو لإنه العلاقة ما تكون علاقة خلين ناجحة مثل ما أنا بدي ما عم بتواصل مع شريكي بشكل جيد ما عم بحكي له إيش بجذبني تجاهه كل حتة موضوع التواصل بيفوت فيها كمان كتير كل موضوع الاحترام الثقة الأمان قديش أنا بقضي وقت مع شريكي قدي أنا باهتم بشريكي وإذا نيجي على شخصي علينا إحنا كأفراد كمان بنفسي أنا لازم أهتم كمان بشكلي أنا لازم أهتم كمان بأمور معين اللي عن جد بتزيد أو بتعلل احتمال من إنه الشريكي ينجذب لقيلة طبعا بعد ما أعرف أنا إيش بجذب الشريك فيي مهم جدا أني إني أهتم بها الأمور وما أهملها مع الوقت أو أتكل على موضوع أنه خلص ما إحنا صارنا كذا فترة مع بعض يعني وكأنه كل الأشياء صارت مفهومة دمنا حتى لو أهملت حال شريكي بعد رح ينجذبلي أو رح يبقى نجذبلي كل هاي الأشياء هي غلط حسب رأيي باللحظة اللي نهملها وما منعود نركز عليها رح تقل خلينا نقول نسبة الإنبساط بالعلاقة نسبة الإنبساط بالعلاقة الحميمية طبعا رح تأثر على العلاقة الحميمية بشكل كتير كبير ممكن كمان أشخاص تصير يعني بعد فترة على العلاقة ما تغير أشياء أهمية مثل كل موضوع اللمس كل موضوع الحميمية قبل ما نوصل للعلاقة الجنسية نفسها في داخل الغرفة في جملة أنا كتير بقامن فيها وبقولها دائما أنه العلاقة الحميمية مش بتبلش قبل قبل غرفة النوم كل موضوع العلاقة الحميمية بيبدأ برا بيبدأ بالتواصل بناتكو بيبدأ بأمور اللي هي قبل بتسبق خلينا نقول الفعل نفسه العلاقة الجنسية نفسها إذا هاي الأمور اللي لازم تصير عشان نتعزز القرب من بعض ما عم بتصير وما عم نعطيها أهمية فإحنا للأسف مش راح نكون بعلاقة اللي إحنا مبسوطين منها ونحن نفهم أنه الحياة الجنسية أم الجنسينية أم علاقة جنسية مع شخصتان فيه كتير عويم اللي تلعب دور يعني نتخيل البوزل وفي كذا قطعة للبوزل اللي بدون يركبه بين بعض طيعته هالإنسجام وهالتفاعل بينتهم أكيد الرغبة بدت تكون موجودة الإنجيزية بدون يكون موجودة الشعور بالإسارة بس كمال الإدرار على التواصل على الاستماع للآخر وهذا كله سوا رح يقدر يبني الكيمياء الكيمياء اللي هي لوحدة ما رح تكفي كمان لأنه إذا شخصين فيه كيمياء كتير عالة بينتهم بس بالنهاية ما بيقدروا يتفاهموا على غير مواضيع ما رح يقدروا يكملوا سوا فالواحد بدون يكون عنده هالنظرة الكاملة للعلاقة الجنسية سابرين قبل ما نختم حلقة اليوم هل عنتك هيك نصيحة أخيرة حابة تعطيها للمستمعين مثل ما ذكرت دكتور ساندرين إنه ما تهم الموضوع العلاقة الحميمية يمكن إحنا مش متعودين يمكن مش مريح إلنا بس باللحصة اللي خلينا نقول إحنا منزيح الأقنعة منحط الإيجو عجانب نتحاول نتواصل مع أنفسنا لأن نفهم عن جد شو هي احتياجاتنا شو هي رغبتنا شو بدنا نشوف كمان من الطرف الآخر ونقدر نشاركه بهذا الموضوع العلاقة الزوجية كعلاقة كاملة مثل ما حكاتي جداً بتكون بتكون أنجح إحنا منزيد احتمال نجاح العلاقة فإحنا حكينا على بازل والعلاقة الحميمية والانسجام والكيميا هو جزء منها بس أنا بدي أركز وأقول جزء مركزي يعني فيه فرق بينما تكون قطعة من الجناب ناقصة بالفزل وبينما فيه فرق بينما تكون القطعة هي مركزية جداً بالنص وكبيرة اللي ما فينا نستغني عنها ممكن إذا القطعة عن الجناب ناقصة ممكن نشوف الصورة كاملة بعد بس إذا نقصت القطعة اللي بالنص وبمركز الصورة ما رح تكمل الصورة ولا بأي شكل وبالظبط هيك كل موضوع العلاقة الحميمية والانسجام والكيميا الجنسية بين الأزواج هو جداً مركزي وما بظن إنه فيه علاقة ممكن تكون ناجحة وتكمل بدون ما نسلط الضوعة هذا الموضوع ونشتغل علىه باستمرار حتى لو أنتو سنين مع بعض هذا إشي بده كل الوقت تطويره واستمراره واستكشاف كل الوقت كتير بده شكرك سابرين وبده كمان شجع كل المستمعين إنه يلحقوا صفحتك على انستجرام سابرين ترابي للمزيد من النصايح لأنه أنا يعني بلاقي كل يوم نتعلم شي جديد بالصبحة تبعولتك بده أشكرك لوجودك وبده أشكرك لهذا الحديث كان عجد مشوك شكراً كتير إلى الشرف كان أكيد وهيك بتنتهي حلقتنا لليوم شكراً لكل مستمعين شكراً إليك سابرين مثل العادة بعضوا أسئلتكم بخانة التعليقات ما تنسوا تشتركوا بالبودكاست يلا باي باي شكراً للمشاهدة